السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي سأبقى معكم في هذا الدرس أنا معلم المادة سالم الهزاع برفقة الأستاذة شريف الشريف في لغة الإشارة أحبابي الطلاب والطالبات ذكروني بالحرف الأخير الذي درسناه وإياكم تذكروا معي الصورة التي شاهدناها في المكون الأول تذكروا معي يد أحسنتم حرفنا هو الياء أحسنتم مبارك الله فيكم أخذنا المكون الأول والثاني والثالث حتى وصلنا وإياكم إلى المكون الأخير أي تعرفنا على هذا الحرف حرف الياء نطقنا هذا الحرف بأصواته القصيرة وأصواته الطويلة تعرفنا على أشكاله أيضا كتبنا وتدربنا على نسخ ورسم هذا الحرف بأشكاله الأربعة أحبابي الطلاب والطالبات الآن ما رأيكم سريعا أن نراجع سريعا هذا الحرف ننطقه بأصواته القصيرة والطويلة تذكروا معي الأصوات القصيرة ونقصد بها الحركات أحسنتم والأصوات الطويلة ماذا نقصد بها أحسنتم حروف المت الآن أحبابي الطلاب والطالبات هيا ننطق هذا الحرف بحركة الفتحة أحسنتم يا أي بصوت قصير بصوت قصير لأننا لم نشاهد ولم نكتب حرف المد حرف المد المناسب لحركة الفتحة ما هو الألف أحسنتم إذن هيا ننطق بصوت طويل أحسنتم يا أحسنتم مبارك الله فيكم وأيضا نطقنا وإياكم في الدروس السابقة هذا الحرف أيضا بحركة أخرى وهي الضمة هيا نطقوا يو بصوت قصير برأيكم أحبابي الطلاب والطالبات ما هو حرف المد المناسب لهذه الحركة الواو أحسنتم مبارك الله فيكم إذن هيا الآن ننطق هذا الحرف بعد أن أضفنا حرف المد الواو أحسنتم يو بصوت بصوت طويل والآن أحبابي الطلاب والطالبات تبقى لدينا حركة أخرى وهي الكسرة التي دائما نشاهدها أسفل الحرف هيا نطقوا هذا الحرف أحسنتم بصوت قصير ي مرة أخرى أحسنتم الآن نضيف حرف المد المناسب للكسرة وهو اليا فنقول ي أحسنتم مبارك الله فيكم أحبابي الطلاب والطالبات وصلنا وإياكم إلى النص الإثرائي لهذا الدرس لهذا الحرف سنقرأ وإياكم هذا النص وأيضا نقرأ ونستمتع بالقراءة ونستفيد مما نقرأ عنوان درسنا أحبابي الطلاب والطالبات تذكروا معي الصورة التي شاهدناها في المكون الأول وهي اليد أحسنتم اليد اليد أحبابي الطلاب والطالبات أطلب منكم تمرين عندما نكتب أطلب منكم طلبا عندما نكتب ماذا نستخدم؟ أحسنتم أصابع اليد نستخدم في الكتابة أصابع اليد إذن درسنا لهذا اليوم أو النص الإثرائي الخاص بهذا الحار بعنوان أصابع اليد شاهدوا معي هذه الصورة التي تشاهدونها في الكتاب معكم وفي الشاشة أمامكم شاهدوا معي نشاهد يد أحسنتم وعنوان درسنا لهذا اليوم أو النص لهذا اليوم أصابع اليد سنقرأ وإياكم هذا النص كلمة كلمة ونركز قليلا على الكلمات الملونة ثم نركز كثيرا على الحرف الأحمر الموجود فيها وهو حرف أحسنتم أنه حرف اليه الآن أحبابي الطلاب والطالبات نقرأ وإياكم النص الذي هو بعنوان حاولوا القراءة حاولوا أحسنتم ساعدوني في القراءة أصابع أصابع أحسنتم قراءة مميزة هناك كلمة ملونة حاولوا أحسنتم اليد أصابع اليد هيا يقرأوا عنوان هذا النص أحسنتم أصابع اليد شاهدوا حرفنا الأحمر في هذه الكلمة الملونة أين هو شاهدناه كثيرا في الدروس السابقة أحسنتم في وسط الكلمة في وسط الكلمة متصلا بالحرف الذي قبله وأيضا متصلا بالحرف الذي بعده أحسنتم مبارك الله فيكم وأيضا بعد قليل سنرجع مرة أخرى ونقرأ قراءة سريعة الآن نبدأ بقراءة النص الكلمة الأولى والسطر الأول لهذا النص سأقرأ هذه الكلمة ثم أقرؤوها بعدي اختلفت ركزوا استمعوا جيدا اختلفت عند القراءة أذكركم أحبابي الطلاب والطالبات لابد أن نشاهد الكلمة جيدا الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا وأيضا نركز على الحركات اختلفت هيا قرأوا أحسنتم الكلمة الثانية الأصابع هيا قرأوا أحسنتم الآن مرة أخرى نقرأ الكلمة الأولى مع الثانية اختلفت الأصابع ركزوا أحسنتم مرة أخرى اختلفت الأصابع أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل نكمل الخمسة الخمسة أحسنتم مرة أخرى نقرأ من بداية السطر فنقول اختلفت اختلفت الأصابع الخمسة أحسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة هيا نكمل أحباب الطلاب والطالبات ونركز في هذه الكلمة حاولوا القراءة اقرأوا أحسنتم فيما فيما حرفنا الأحمر هنا أصبح حرف حرف مد هيا اقرأوا هذه الكلمة مرة أخرى أحسنتم فيما شاهدنا الحرف الأحمر أيضا في وسط هذه الكلمة هذه الكلمة الأخرى نشاهد الكلمة مرة أخرى نركز بينها بينها حرفنا الأحمر في وسط الكلمة ساكنا ساكنا سننطق هذا الحرف بعد قليل وإياكم لأننا سننطق هذا الحرف أحسنتم مع الحرف الذي قبله بينها 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 أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أيضا ستخرج لدي هنا أيضا كلمة ملونة وهي كلمة أيهم أيهم استمعوا الآن أقرأ أيهم أحسنتم 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 مبارك الله فيكم حرفنا الأحمر أين هو أحسنتم في وسط الكلمة لكن شكله اختلف قليلا أحسنتم لأنه لن يمسك أو الحرف الذي قبله لا يمسك بالحروف شاهدوا جيدا حرفنا الأحمر في هذه الكلمة كلمة أيهم شاهدوا مكتوبا أيضا بعلامة الشدة المضمومة أي أيهم أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل أحبابي الطلاب والطالبات الأهم أيهم الأهم استمعوا أيهم الأهم الكلمة الأخيرة في السطر الأول أحسنتم مبارك الله فيكم نرى هذه العلامة علامة التعجب التعجب تعجبنا من أمر حصل في السطر الأول اختلاف الأصابع والاختلاف أمر أو سلوك غير مرغوب فيه أحبابي الطلاب والطالبات استمعوا إلى السطر الأول جيدا من بداية السطر استمعوا اختلفت الأصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم ننتقل إلى السطر الثاني الكلمة الأولى أحسنتم قراءة سريعة قال 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 اقرأ الخنصر الخنصر قال الخنصر من هذا سنتعرف عليه بعد قليل لأننا بالقراءة نتعرف لأننا بالقراءة نتعلم قال الخنصر لهم لهم قال الخنصر لهم أنا ركزوا أنا أصغركم أنا أصغركم الآن الحديث بين من بين الأصابع الخمسة أصابع اليد الخمسة الآن الذي يتكلم في هذا السطر السطر الأول عندما قرأنا وإياكم في بداية السطر الثاني قال الخنصر لهم أنا أصغركم أصغر إصبع في اليد اسمه الخنصر أحسنتم أنا أصغركم الآن نكمل حاولوا القراءة أحسنتم جميعا جميعا شاهدوا حرفنا أيضا الأحمر في وسط هذه الكلمة حرف مد أحسنتم جميعا هذه علامة الفاصلة نكمل ومتى ومتى اجتمعتم شاهدوا معي هذه الكلمة اجتمعتم اقرأوا أحسنتم في الكلمة الأخيرة في السطر الثاني أحسنتم أيضا حرفنا هنا حرف مد لكن في آخر الكلمة متصلا في هيا نقرأ ونكمل بداية السطر الثالث خدمة 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 اقرأوا أحسنتم نافعة نافعة أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل تستندون تستندون هيا اقرأوا هذه الكلمة مرة أخرى تستندون أحسنتم نكمل علي اقرأوا علي شاهدوا هذا الحرف الأحمر في آخر هذه الكلمة متصلا بالحرف الذي قبله وأيضا مشددا مع حركة الفتحة أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل فأحملكم اقرأوا فأحملكم هيا اقرأوا هذه الكلمة قرأناها قبل قليل أحسنتم جميعا شاهدناها قبل قليل وقرأناها وإياكم سويا جميعا نكمل عندها عندها اقرأوا أدرك هيا اقرأوا الكلمة الأخيرة في السطر الثالث أدرك ننتقل إلى السطر الرابع والأخير الجميع هيا اقرأوا الجميع أحسنتم نكمل اقرأوا أحسنتم أحسنتم أن هيا اقرأوا أت أت ع أحسنتم التعاون التعاون بينهم أقرأوا هذه الكلمة بينهم حرفنا في وسط الكلمة ساكنا بينهم هو أحسنتم هيا اقرأوا هذه الكلمة أحسنتم أساس أساس أقرأوا نجاحهم استمعوا نجاحهم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات ركزوا معي مرة أخرى في الكلمات الملونة الكلمة الأولى هي كلمة أحسنتم اليد اليد أحسنتم شاهدوا الحرف الأحمر في هذه الكلمة والكلمة الأخرى الملونة هي أحسنتم فيما وقلنا وذكرنا أن حرفنا هنا في هذه الكلمة حرف مد أحسنتم مبارك الله فيكم الكلمة الأخرى هي أقرأوا أحسنتم بينها بينها أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أيضا الكلمة التي تليها أحسنتم أيهم أيهم شكرا لكم على هذه القراءة المميزة السطر الثاني شاهدوا معي الكلمة الملونة جميعا أحسنتم وبرك الله فيكم أيضا لدينا كلمة أخيرة في السطر الثاني وهي أحسنتم في لاحظوا معي أحبابي الطلاب والطالبات أن حرفنا مرة بالحركة ومرة أخرى يصبح حرف مت شاهدوا معي هذه الكلمة أقرأوا علي أحسنتم مبارك الله فيكم وأيضا هذه الكلمة جميعا وأيضا لدينا الكلمة الأولى في السطر الرابع اقرأوا أحسنتم الجميع الجميع تبقى لدينا كلمة أخيرة وهي هذه الكلمة أحسنتم بينهم بينهم أحبابي الطلاب والطالبات ما رأيكم أن نعيد قراءة هذا النص قراءة سريعة جملة جملة أو عبارة عبارة إذن هيا ننطلق لنقرأ وإياكم هيا قرأوا أحسنتم أصابع اليد هذا هو عنوان هذه القصة الجميلة هذا هو عنوان هذا النص أصابع اليد الآن بداية السطر الأول سأقرأ أنتم استمعوا ثم أقرأوا بعدي اختلفت الأصابع الخمسة فيما بينها أيهم الأهم هيا قرأوا أحسنتم واصلوا أحسنتم قراءة مميزة في بداية هذا الدرس في بداية هذا النص اختلفت الأصابع الخمسة قال الخنصر لهم هيا قرأوا أحسنتم وبرك الله فيكم نكمل أنا أصغركم جميعا اقرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل ومتى اجتمعتم في خدمة نافعة أقرأوا أحسنتم في خدمة نافعة أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل استمعوا تستندون علي فأحملكم جميعا اقرأوا أحسنتم أكملوا أحسنتم قراءة مميزة نكمل أحبابي الطلاب والطالبات هيا استمعوا عندها أدرك ونلاحظ جيدا عندها أدرك الجميع أن التعاون بينهم هو أساس نجاحهم اقرأوا من هنا عندها أحسنتم أكملوا السطر الأخير أكملوا أحسنتم قراءة مميزة أحسنتم مبارك الله فيكم الجملة الأخيرة عرفنا أن أساس النجاح ما هو أساس النجاح ما هو تعلمنا من هذه الأصابع الخمسة أساس النجاح أحسنتم أساس النجاح هو التعاون التعاون فيما بيننا فيما بين أفراد الأسرة كما تفعل أصابع اليد الخمسة كما ذكرهم بذلك الخنصر الإصبع الصغير أحسنتم مبارك الله فيكم أحبابي الطلاب والطالبات لابد من قراءة هذا النص مرة أخرى ونقرأ ونستفيد أيضا أحبابي الطلاب والطالبات نتوقف قليلا عند بعض من الكلمات فمثلا لدينا هذه الكلمة التي قرأناها وإياكم قبل قليل كلمة بينها حرفنا ساكنا كيف ننطق هذا الحرف الساكن حرف الياء أحسنتم كما تعلمنا وإياكم سيساعده الحرف الذي قبله الحرف المتحرك الحرف القوي الذي قبله يساعد هذا الحرف الساكن الضعيف فنقول نطقنا وإياكم قبل قليل وقلنا هيا انطقوا هذا المقطع أحسنتم بي بي في كلمة بينها أحسنتم مبارك الله فيكم أحبابي الطلاب والطالبات أيضا لدينا هذه الكلمة التي نشاهد فيها حرفنا الجديد لكن حرف مد وذكرنا وإياكم أن حرف المد لا نكتب عليه الحركات حرف المد هنا أصبح حرفنا الجديد حرف الياء ننطقه مع الحرف الذي قبله فنقول أحسنتم كما في كلمة الجميع هنا إذن ننطق هذا المقطع فنقول أحسنتم مي تذكروا معنا الحرف الذي أخذناه وإياكم في بداية هذه الحروف الهجائية التي درسناها وإياكم سويا أحبابي الطلاب والطالبات هناك سؤال في هذا النص يقول لكم كيف تعاون أسرتك كيف تعاون أسرتك الأب له أعماله الخاصة والأم أيضا لها أعمالها الخاصة في المنزل أو في خارج المنزل وأنتم أحبابي الطلاب والطالبات كيف نعاون أسرتنا تذكروا أذكركم ببعض الأعمال التي نقوم بها أو تقومون بها فمثلا نحافظ على أدواتنا المدرسية نحافظ على الكتب والدفاتر ونرجعها مثلا في الحقيبة ثم نرجع الحقيبة في المكان المخصص وكذلك ملابسنا نضعها في أماكنها المخصصة فهكذا نعاون ونتعاون مع أسرتنا في المنزل أحسنتم مبارك الله فيكم أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم في نهاية درسنا هذا أيضا أشكر لكم حسن القراءة وقراءتكم المميزة دائما في نهاية الدرس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر